انت عارفة اخت رشا نقلي فترة طويلة عم بتكلم في هاي الرسالة وطبعا اللي بيشاهدوني في اي مكان في العالم بسافر له دايما بحط تحدي امام الناس اذا في امامك سنة اربح لك نفس للرب كتير ناس بتتعهد بترفع اصابعها او ايديها تقول انا بنعمة الرب بمعونة الروح القدس انا رايح اربح نفس للرب شو اللي صار رشا انه بالذات احنا المجتمع العرب المسيحي احنا عنا مسئولية كبيرة كبيرة اولا احنا بنتعامل مع اديان كتير في الشرق والغريب انه الاديان الاخرى ممكن تعمل تشتغل ليل النهار مستعدة تموت بمتفجرات بايمانها الخاص طبعا انه عم تعمل الشيء صح وبينما الكنيسة احنا عم نزداد بالمعرفة لكن شو المعرفة بتعمل شيئين اما المعرفة بتقودني لتخمة روحية يعني بصير تخين الواحد او بتعطيني طاقة عضلات اللي ممكن اشغلها وممكن افعلها اليوم احنا شعب عم نحضر مؤتمرات كتير اكتر شعب في العالم بيحضر مؤتمرات حتى لما بيشوفونا مثل الامريكان الكندية الاسترالي الاوروبيين بيستغربوا على كم التدريب والتعليم والمؤتمرات اللي بنعملها مش غلط على فكرة محتاجين لهذا الشيء لكن اللي عم بشوفه انه عم نتخم روحيا عم منطلع على البرنامج خلينا اشوف اسمع هاي العزة وبعدين هقلب على قناة تاني وشوف شو التاني بيتكلم يعني عارفي زي فلاسفة اليونان اللي لما سمعوا بولوس في الاريو باكوس في مارس هيل في اثينا ويقالوا خلينا نشوف هالتعليم الجديد شو جايب لنا هذا الشخص فانا خايف انه انه احنا وصلنا لهذا الوضع رشا بينما العالم جعان الناس عم تيجي انا بحكيلك انه من رجال السياسي لرجال الدين لشيوخ لأئمة لرجال مسحيين لكل عم بيجي كبير صغير عاوز يعرف فيه جوع روحي غير عادة في هادي الايام وهذا الشيء كتابي في عامه ستمنية احد عشر ارسل جوعا في الارض ففيه جوع وهذا عم نشوفه من خلال الصفر من خلال اجتماعات لكتير الناس جوعانة بدها تعرف عن الرب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة